يقول النبي صحابي جليل كما قال لأبي ذر رضي الله عنه يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة وانا أعجب لأولئك الذين يتسابقون ويتقاتلون بل ويقدمون الرشاوة ويحلفون بالله كذبا وزورا وبهتانا من أجل أن ينالوا منصبا حقيرا وأن يحصلوا كرسيا زائلا فانيا أعجب لأولئك الجراء أين كان هذا المنصب وأين كان هذا الكرسي يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها الله 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 فإنك إن أعطيتها من غير مسألة من غير طلب من غير سعي من غير بذل للأموال بل من غير بذل للدين تبذل دينك من أجل دنيا إن أعطيت الإمارة من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها شيل بقى بطل احمل على ظهرك مظالم الخلق وحقوق العباد لا تهم نفسك والله الذي لا إله غيره ستسأل بين يدي الحق جل وعلا عن كل صغيرة وكبيرة ستسأل بين يدي الله عن من استرعاك الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته ولا حول ولا قوة إلا بالله أمان عظيمة